مرحبا بأصدقاء القناة مرحبا بأصدقاء القناة وعلى شهادة الدراسات المعمقة في تاريخ الفن وعلى الدكتوراه في نظريات الفن من جميع تونس أدار كثيرا من المتقايا في مجال تاريخ الفن شغل خطة رئيس الربطة التونسية للفنون التشكيلية ورئيس تحرير مجلة فنون الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية بتونس وكوميسا للمعارض الفنية بتونس والخارج له مساهمات أعلامية في مجال الفلسفة والفنون والمعارف المتداخلة من مؤلفتي تشكيل الرؤية تأملات في تجارب تشكيلية من تونس عمارة الرؤية في مدينة الرسام نجيب الخوجة بنية الذائقة وسلطة النموذج في ظاهرة الاقتناء الفني العربي يقول الأستاذ خليل جوية عن هذا الكتاب كتاب العمل الفني وتحولاته بين النظر والنظرية ما عاد العمل الفني المعاصر حكرا على عبقرية المبدع الأصلي بل يستمد مقاومات وجوده من عرضه أمام الجمهور ما يجعل من النظر والمشاهدة والمشاركة أفعالا من صميم الاشتغال الإبداعي الذي يكون العمل الفني من خلاله عمل الفنيا فالجمهور كفى عن أن يكون متقبلا عرضيا إلى حد القول إن النظر هو من يصنع اللوحة وتمحورت تحولات القيمية والمفاهيمية التي أجلت طلائعية الفن المعاصر وشكلت أطروحاته حول إعادة ترتيب منزلة العمل الفني في ضوء منزلتي النظر والناظر بينما كانت المراحل السابقة تؤسس مشروع العمل الفني بالنظر إلى مركزية مبدعه الأصلي في العملية الإبداعية فجرى إعلاء جمالية الإنتاج على حساب جمالية التلقي كتاب يستحق الإطلاع عليه قراءة ممتعة للجميع تحيات قناة فنون ونجاح